اشتركوا في القناة التنظيمات والميليشيات الارهابية الطائفية في المنطقة التي باتت خارج نطاق السيطرة والتحكم ما يستوجب تكاتف جميع الجهود لمواجهتها وتصدي لما ترتكبه من جرائم وتجاوزات حفاظا على سيادة والسقلال دول المنطقة وأمنها وسلامتها وجدد معالي وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الدعم بقوة والمساهم بفعالية في كل الجهود الرامية للقضاء على عصابات داعش الإجرامية وممارساتها الوحشية التي لا تمت للدين ولا للإنسانية بصلة مؤكدا مواصلة دور مملكة البحرين الرائد في مكافحة تمويل الارهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبار أن ذلك من أهم السبل للقضاء على هذه الظاهرة وأوضح معالي وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يأتي في سياق اللقاءات والمشاورات المتواصلة للتحالف الدولي لبحث وتقييم الجهود التي يقوم بها في مواجهة التنظيم وتبادر وجهات النظر حيال الآليات التي من شأنها رفع مستويات التنسيق بين الدول وزيادة فعالية التحركات المطلوبة لدحر هذا التنظيم والقضاء عليه وعلى همش المؤتمر اجتمع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد دير رندر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة بلجيكا الصديقة حيث تم استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة المستويات وأليات تطويرها لأفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة كما تم التطرق إلى أهم المستجدات بالمنطقة بالإضافة إلى الموضوعات محل الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين إزاء هذه الموضوعات كما شمع معالي وزير الخارجية مع معالي السيدة مارغوت والسروم وزيرة خارجية مملكة السويد حيث تم تناول فرص وسبل تنمية وتطوير علاقات الصدقة بين البلدين على مختلف الأصعدة وفق أسس قوية وركائز ثابتة وبما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وإنعكس إيجابا على أمن والسقرار المنطقة كما جرى سعراض عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة ترجمة نانسي قنقر